ان انا ابدأ حلقة واقول مبروك مؤقتا يعني عموما انا ما اتعاودتش وما بحبش اتكلم في فكرة ان انا بارك الا لما اتحقق الهدف صحيح انه المنتخب المصري تصدر مجموعته حسم فكرة المنافسة مع ليبيا والجابون وانجولا لكن في النهاية لسه في حاجة نقصة الحاجة النقصة والهدف الاساسي انك انت تتأهل بطولة كاس العالم فوزنا او تعدلنا اتنين اتنين مع انجولا وضمان صدرت المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مطش الجابون امن لنا ان احنا نوصل للمرحلة الاخيرة والنهائية في تصفيات كاس العالم واللي هنقابل فيها على اغلب تقدير او يعني في اسوأ الاحوال هنقابل فيها واحد من الخمسة الكبار شيئنا عمق بينها حيث بتبع الارقام والتصنيف والفوارق بيننا وبين نيجيريا والسيناريوهات اللي تكلمنا عليها عشان مصر ممكن تدخل من الخمسة الاوائل ولو ان ده رقميا وحسبيا ممكن لكن مش بيقدينا بيقدينا الاخرين فكرة انه تونس او نيجيريا ممكن ما يتأهلوش عن مجموعاتهم يخلي مصر تخش على طول اوتوماتيكلي في الخمسة الاوائل ويبقى من حظها ومن نصبها لو ده حصل لكن في معادة ذلك صعبة او ينقرب المسافات بيننا وبين نيجيريا ولو تونس ونيجيريا ضمن التأهل للجولة الاخيرة او للمرحلة الاخيرة من تصفيات كاس العالم فبالتأكيد مصر هتكون فيه الخمس دول اللي من المستوى التاني لكن الحقيقة مطش مبارح بالنسبة لي كان فيه علامات تفهم كتير جدا بداية انا يعني مع كامل التقدير والاحترام طبعا وانتوا عارفين انا بحب الجيل ده قد ايه يعني انا بشوف انه الجيل ده يستحق افضل بكتير جدا من اللي حققه او اللي وصل ليه يستحق على قل تقدير انه هو يبقى بطل افريقيا واستحق على قل تقدير انه يكون موجود في كاس العالم بشكل طبيعي للأسف الشديد ادارات مش بس الادارة الحالية ادارات سابقة وادارات متعددة واعتقد كمان ده ممكن يستمر معنا في ادارات جاية تتولى مسئولية منظومة كرة القدم في مصر كنت بتكلم على اتحاد كورة كنت بتكلم على حتى ربطة اندية صحيح انها متولية المسئولية لكن عودونا انه مجرد حلم الوصول لكاس العالم ده شيء صعب المناق وتعودنا انه الهدف الاكبر ان احنا بس ان احنا ممكن ممكن نوصل كاس العالم مش ان احنا نروح كاس العالم عشان يبقى عندنا طموح ان احنا نوصل 16 ونوصل 8 وليه لا مش اربعة مرة يعني اعتقد انه مصر بامكانياتها وبتاريخها وببنيتها التحتية وبتعدادها وبأنديتها وببطولاتها تستحق جدا جدا ان احنا يا جماعة نحسن موضوع كاس العالم ده عادي جدا ان احنا نوصل كل كاس عالم ومصر تبقى موجودة في كاس عالم مش تزن في كل مرحلة تصفيات نحس ان فيه هذا الكمل كبير جدا من المعاناة والاول مرة من سنين طويلة واحنا بنتكلم على الكرة في مصر نحس ان الظروف بقت مهيئة اللعيبة اللي احنا بنقول من بعد جيل 2010 اللي حقق تلت بطولات افريقيا وبنقول اصل احنا لسه بنكون منتخب اصل لسه اللعيبة ما عنداش خبرة اصل الظروف في مصر مش مستقرة كل الاسباب والشمعات دي انتهت وانتفت من سنين فاتت محمد صلاح النهاردة دخل على التلاتينات محمد النني بقى من اكبر اللعيبة في المنتخب فبالتالي الجيل اللي طالع حتى الصغيرين منهم الشباب انا بتهيالي انهم اخدوا خبرات سواء مع منتخبات الأولمبية او مع الأندية كبيرة جدا نهاردة عندنا قماشة تخلي منتخب مصر يلعب اي مباراة وهمش خايف احنا خايفين احنا خايفين واحنا منلعب مع الجابون وخايفين واحنا منلعب مع انجولا وخايفين واحنا منلعب مع ليبيا اما لما نروح مع الكبار في افريقيا هنعمل ايه والأهم اللي لابد ان احنا السؤال اهم المفترض ان احنا ندور عليه على اجابة لو تأهلنا كاس العالم احنا راحين نعمل ايه ليه التفكير محدود كده ليه الاهداف محددة جدا ليه فكرة انك انت عملت اللي عليك بس ربنا موفقكش او عملت اللي عليك بس خرجت بعد تمثيل مشرف هو المصطلح الغاب على الكرة المصرية عندنا نجوم كبيرة جدا وعندنا قماشة منتخب لأول مرة تحس انه قادر لكن ده ما بيظهرش في الملعب بنسيب الفرق اللي مش قدينا من ناحية من كل النواحي تاريخيا وفنيا ورقميا تلعب علينا كرة احنا تقريبا اول 35 مبارح اول 5 ده دي ديها في الشط الاولاني مبارح ما روحناش ما جناش وانجولا بتلعب علينا كرة وكأنها هي اللي عندها هدف الوصول لكاس العالم ليه دايما احنا ردت فعل مش فعل انت ممكن نحس انه منتخب مصر منتخب يميء طابع المنتخب كرة المنتخب الصوب اللي يعمل منتخب الصوب هجومي نازل ملوش علاقة هو بيلعب مين ونازل ملوش علاقة هو بيلعب فين اذا ما كناش قادرين نعمل ده مع انجولا ومع ليبيا ومع الجابون مع كامل التحترام للأسماء اللي انا بقولها دي يحسب ليهم ان هم جم قدام منتخب كبير وهم عارفين انه منتخب كبير وليعب علينا كرة مش عايزة دايق المصريين وانا بتكلم على انه المنتخب صحيح خلاص قبل جولة من نهاية التصفيات تصدر مجموعته لكن الحقيقة في اسئلة كتيرة جدا متعلقة باللي جاي واللي جاي صعب على فكرة اللي جاي المرحلة الاخيرة مفترض انها هتكون قرعتها في شهر اتناشر والمطشاط بتاعتها تتلعب في شهر مارس النهاردة احنا بنضرب اخماس في ازاس هنلعب مين ومش هنلعب مين ويا رب مين ما يجيش في القرع عندنا ويا رب ما نواجهش المنتخب الفلاني ونواجه المنتخب الفلاني ليه ليه بنصغر من نفسنا احنا منتخب مصر احنا لو بصينا لإسم منتخب مصر بنفس الاعيون المنافسين ازاي هما شايفينا مستوى الروح ومستوى الثقة بالنفس ومستوى الاداء هيكون في حتة تانية خالص من غير ما نغير ومن غير ما ننسجم ومن غير ما نجرب ومن غير ما نعمل معسكرات احنا محتاجين بس شوية ثقة بالنفس ومحتاجين جهازنا الفني يوصل ده اللعبتنا الطرق اللي بيبقى فيها تخفز مبلغة شديدة جدا في التخفز واللي بتميل اكتر للشكل الدفاعي بتترجم بشكل لا مباشر في اللا وعي عند اللعبين ان احنا مش قادرين او ان احنا مش قد او ان احنا مش جاهزين او ان احنا مش اقوياء بالشكل اللي يسمح لنا ان احنا نلعب من اللحظة الاولى للحظة الاخيرة بنهاجم منتخب زي انجولة على ارضه او الجابون على ارضه او ليبيا على ارضها وليه لأ احنا عملناها مع ليبيا على كل احوال هنتكلم كمان في مطش الجابون اللي جاي مطش مهم جدا ويتهيقلي مباراة زيرو ضغوط يعني مباراة تلعبها كده وانت حطت أعصابك في التلاجة مفيش أي حاجة تقلع منها الصدارة تحسمت المباراة على أرضك والجابون هيلي جيالك فبيتهيقلي إنه إذا كنا هنبتدي نتكلم على شخصية منتخب وبعدين أنا يعني مش عايز أطول في مقدمة الحلقة أنا هتكلم ده مع طبعا واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية نجم كبير جدا وصاحب تاريخ طويل جدا كابتن مهر همام هيكون ضفنا في السادسة وهطرح معاه كل ده لكن هي أربعة اتنين تلاتة واحد مش 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 قرآن يعني مش قانون يعني لابد إنه إحنا نلعب بيها ومش عشان كل فرق دوري أو أغلى فرق دوري بتلعب بيها لابد إن المنتخب يطبقها مش بالضرورة مساحة كبيرة جدا في مطش الجابون عايزين يشوف كورة إحنا بس مش عايزين حاجة تانية هي الفكرة أنك إنت تعبر عن شخصيتك والفكرة أنك إنت تعبر عن إمكانياتك إزاي إلا لو أنت ملعبت شكورتك ومنتخب مصر مع كامل الاحترامي في كل المطشاط اللي شوفناها في تصفيات أمم إفريقيا وفي تصفيات كاس العالم ملعبش كورة المنتخب المصري يستحق إن إحنا نقول فاز المنتخب المصري عن جدارة واستحقاق الفوز المخطوف الفوز اللي جاي بشق الأنفس الفوز اللي جاي بالصدفة إنك تقع في طريق منتخب ضعيف أو إنك إنت تخطف مطش مش بتاعنا لا يليق بإسمنا ولا يليق بإمكانياتنا على كل أحوال نتمنى أن المطش الجابوني يكون فيه بدايات تطمننا على اللي جاي وبالتأكيد اللي جاي صعب خليني أفكر حضراتنا